تتجه الأنظار إلى لقاء المرتقب في الساعات المقبلة في واشنطن بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان لقاء تنتظره الكثير من الملفات الساخنة والعالقة والمتراكمة بين البلدين في ظل غضب أطراف سياسية أمريكية حيال عدد من سياسات ومواقف أردوغان بشأن قضايا عدة يوم غائم وبارد في العاصمة الأمريكية واشنطن يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحظة وصوله هنا في زيارة رسمية للقاء نظيره دونالد ترامب ليست أجواء التقسي وحدها غائمة وباردة بل إن الزيارة تجري في ظل أجواء ضبابية هي الأخرى بين البلدين يخيم عليها شبح قضايا وملفات عدة شائكة وقد يلقى أردوغان الحفاوة المطلوبة خلال استقباله في أروقة البيت الأبيض لكن المعلوم أن سياسته وقراراته بشأن عدد من الملفات ليست موضع ترحيبا لدى معظم الأطراف السياسية الأخرى في واشنطن وتحديدا في مجلس النواب فالرجل يزور الولايات المتحدة بعد نحو شهر من شنه عملية عسكرية في الشمال السوري ضد الأكراد حلفاء واشنطن ورغم أن العملية انتهت باتفاق وقف إطلاق النار برعاية الولايات المتحدة فإن الكونغرس أقر حزمة إجراءات لمعاقبة أنقرى على عملياتها في سوريا بل إنما تبع العملية من إعلان ترامب عن قراره بسحب جميع قواته من سوريا أثار عصفة من الخلافات بين ترامب وأقطب السياسة الأخرى في البلاد بشأن سياساته المتخبطة في موضوع الإبقاء على القوات الأمريكية في سوريا ملف آخر يغضب الكونغرس بشدة متعلق بإصرار أنقرى على إتمام صفقة شراء منظومة الدفاع الروسية S-400 وقد تسلمت بالفعل جانباً كبيراً من أجزائها رغم التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات وقرار لمجلس النواب يحض أنقرى على إلغاء تلك الصفقة وإن كانت تلك الملفات توثير غضب الجانب الأمريكي فإن عدداً من القضايا الأخرى توثير بدورها غضب الجانب التركي وعلى رأسها ما جرى في مجلس النواب الأمريكي عندما اتخذ قبل نحو شهر قراراً غير ملزم يعتبر مقتل مليون ونصف المليون أرمني قبل نحو مائة عام جريمة إبادة جماعية معنا من واشنطن الكاتبة الصحفية كالي تورنس سيدة كالي تورنس إلى أي مدى يمكن أن يبدد هذا اللقاء كل سوء الفهم والتوتر الذي ساد العلاقات بين أردوغان وترامب في الفترة الماضية خصوصاً بعد الشراء التركية لنظام دفاع جو ويروسي هناك العديد من التوترات كما تعلمنا فضيلا ولا أعتقد أن جماعاً واحداً سيبدد كل هذه التوترات المشكلة هي أن هذه التوترات مختلفة مع جهات عديدة في واشنطن ترامب كان قد أدل بتصريحات ودية حول أردوغان وهو يريد أن يجد طريقاً لعفاء تركيا من تلك العقوبات لكن هناك قانون بموجب قرار الكونغرس لفرد عقوبات على أردوغان والناس هنا في أمريكا لا يعتبرون أردوغان شخصاً مرحباً به ولذلك هناك الكثير من الاستياء في أمريكا حوي على تركيا كما تحدث في التقرير S-400 والكونغرس قال إنه لا يجب السماح لتركيا بالانخراط في شراء مقاتلات F-35 بسبب S-400 وكذلك ما حدث في شمال شرق سوريا لأنه ما حدث في الشهر الماضي لا أحد في الكونغرس كان يدعم تلك العملية ولا أحد اعتبر أن ذلك نصراً كما صرح أردوغان بذلك ما حدث في سوريا جعل الكثيرين يزيد غضبهم عن تركيا وبعد ما حدث في سوريا وإصرار تركيا على شراء S-400 يعتقد أن هذا لن يسهل الاجتماع على أردوغان ترامب لا يمكنه مساعدة تركيا كثيراً في هذا الصدد وخصوصاً العقوبات التي أقرها الكونغرس من بين الأشياء التي تم اقتراحها هو ربما إرسال مراقبين للحرص على أن تركيا تركيا لن تنشر S-400 لكن هناك إلحاح منذ البداية أن أردوغان يريد شراء ما يخلو له من أي دولة وعندما تم تسليم تلك المنظومة والبطاريات S-400 كان ترامب يحذره من عدم نشرهم وتشغيلهم لكن هناك الكثير من الأشياء التي ستناقش في هذا الاجتماع نعم سيد كالي تورلس اسمحي فقط سيد كالي تورلس القشة التي قسمت ظهر البعير في العلاقات التركية الأمريكية هي شراء هذه المنظومة يعني ما المتوقع الآن من ترامب ثقف توقعاته يعني أن تعدل تركيا على صفقك هذه لأنه في النهاية لا يمكن الولايات المتحدة أن ترضى بدولة في الناتو لديها منظومة دفاع من خارج الناتو روسية نعم يبدو هذا الموضوع شائكا فعلا لأن الناتو خلق وأسس لمواجهة العدوان الروسي والآن تركيا عدوا في حرف شمال الأطلسي وتشتري منظومة من روسيا ولذلك هذا سيخرق أمانة وأمنة 35 والعديد من المنظومات التسليحية الأخرى في حرف شمال الأطلسي ترامب يريد أن يعقد اتفاقا مع تركيا ويريد زيادة التجارة معها من أجل تحفيز تركيا على عدم استخدام منظومة S-400 لكن ليس هناك أي إشارات إلى الآن من أردوغان بأنه مهتم بعقد اتفاق كهذا فهو منذ البداية يدلي بتصريحات ويقول أشياء مناقضة لهذا وتؤكد أنه سيواصل في هذا الاتفاق حتى تذلك في يوليو والآن نحن في نوفمبر ولا يبدو أن هناك أي تنازل من قبل أردوغان عن هذه الصفقة ورغم تلك التنديدات من البيت الأبيض والكونغريس فإنه ليس هناك أي تغيير من تركيا حوية لهذا الأمر البيت الأبيض يحاول تغيير رأي تركيا وعدم معاقبتها يبدو القسارة جهده لفعل ذلك لكن دون جدوى والآن هناك قانون يعاقب ويفرد عقوبات على من يتعامل مع خصوم أمريكا بمجاب القانون وهذه العقوبات لم تفرد بعض لكن يبدو أنها قد تفرد إذا لم يحدث أي تغيير البيت الأبيض يفعل كل ما في وسعه من أجل أن تزعزع تركيا قراراتها وتتنازل عنها لكنها لا تفعل ذلك أعتقد أن هناك العديدون في الكونغريس مستؤون سيدة كاري تورنس ما نوع الصفقة التي يمكن أن يبرمها ترامب مع أردوغان فيما يتعلق بالعقوبات يعني باختصار من بين الأشياء التي يحاول ترامب أن يعرضها على أردوغان من أجل إخناعه بواقف تسلم باقي أجزاء S-400 هي اتفاق تجاري بمئة مليار دولار ترامب قال إن الأموال هي التي تهم أكثر ولذلك هو يرى هذا الاتفاق أداة قد تؤدي لمواصلة العمل مع الدول الأخرى رأيناه يفعل ذلك مع كوريا الشمالية ومع الصين وهو يتحدث عن مساعدة كوريا الشمالية أن تزدهر إذا تخلت عن الأسلحة النووية شكرا شكرا لك سيدة كالي تورنس الكاتب الصحفي أدركنا الوقت شكرا 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 شكرا